صباح الخير جميعاً ومرحباً بكم في هذه الجلسة التي تعتبر ذات أهمية خاصة بما لها من أهمية بالنسبة لوثيقة الشباب. نحن نعرف جميعاً أنكم تتوقعون هذه الجلسة فأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أعبر عن عميق تقديري لأعضاء الفريق الذين قاموا بتخصيص الوقت لهذه الجلسة. ونحن كأعضاء نود أن نقول للذين شاركوا شكراً لكم وهذا يشمل أعضاء فريق الخبراء وأيضاً الخبراء الذين تطوعوا في عدد من المجموعات وأسمائهم موجودة في الوثيقة. إن مساهماتكم القيمة فعلاً كان لها دور هام في نجاح هذه المبادرة ونحن في المنتدى نقدر لكم هذه الجهود. الآن نعطي الكلمة لكي نبدأ هذه الجلسة. شكراً. شكراً على هذه الكلمات الاستهلالية بالأصالة عن نفسي. أنا بيمد خزالة وأنا مستشار في أمانة المنتدى. وكان من دواعي سروري أن أعمل مع فريق المتطوعين وأيضاً مع المجموعة الاستشارية متعددة الأطراف ماغ. فإذن من دواعي سروري أن أقدم لكم هذا التقرير. وطلب مني أن أقدم لكم منجز أو لمحة عن المنتدى الخاص بالمورسات الفضلة. ما هي هذا المنتدى وما الذي قام به في الأعوام الماضية. فهذا إذن سيكون بمثابة الصلة ما بين العمل الذي أنجز في الأعوام الماضية وما سيتم في هذا العام. إذن إن هذا المنتدى أو منتدى الممارسات الفضلة هو عبارة عن مبادرة أطلقها منتدى حكمات الإنترنت. وهذا لكي يكون هناك اجتماعات مع أفراد من المجتمع التكنولوجي. ونحن قمنا بإجراء نقشات حول موضوع بعينه وهو الأمن السبراني. وهذا لقد تطوع عدد من المتطوعين لكي يحضروا الاجتماعات ومعهم وثيقة يقومون بمناقشتها بإجراء الأبحاث بشأنها. وفي النهاية يقومون بالوصول إلى ناتج يقدم هنا في هذا المنتدى في دورة هذا العام. كما قلت فإن منتدى الممارسات الفضلة ركز على موضوع الأمن السبراني هذا العام. ولكن في كل عام يكون موضع التركيز مختلف. وهناك صلة ما بين الثلاثة أعوام الماضية أو الأربع أعوام الماضية حيث تم التركيز على الأمن السبراني. وفكرة الأعراف أو المتعرف عليه. إن هذا العمل بدأ في عام 2018 وهذا يبدو كأنه كان من فترة طويلة. إن في عام 2018 استضافت برلين المنتدى. وكان هذا هو آخر منتدى قبل أن بدأت جائحة كوفيد-19. في عام 2018 طرح المنتدى سؤالاً ما هي الأعراف الحالية وما هي الأعراف التي تم تطويرها. فأنا أريد أن أوضح لكم أولاً فكرة الأعراف ما هي حتى يمكن أن تتابعوا السياق. نحن قمنا بشرح ذلك. وبعد ذلك نظرنا في العام التالي كيف تم تفعيل هذه الأعراف. وأيضاً قمنا بعقد نقاشات مع مختلف الأطراف المعنية. وفي عام 2020 فهذا العام كان شيقاً بالنسبة لمنتدى حوكمة الإنترنت. لأن منتدى الممارسات الفضلة قرر أن ينظر خارج النطاق الخاص بالأمن السبراني. وتناقشنا بشأن ما هي الأمور التي يمكن أن نستقيها من الأعراف أو الأمور المتعرفة عليها في مجالات مختلفة. مثل الدبلوماسية في المجال النووي في مجال المصارف والاستثمار الأجنبي. ما هي الممارسات الفضلة التي يمكن أن تفيد نطاق الأمن السبراني. ومنذ عامين حدث أمراً له صلة هامة باليوم. أردنا أن نطرح السؤال. لدينا إذن مجموعة من المعلومات بشأن الأعراف السبرانية. ولكن ما هي قيمة هذه الأعراف؟ والفريق أجرى اختباراً أو تجربة نظرة في حوادث الأمن السبراني لكي يرى إذا كانت الأعراف التي قمنا بتطويرها فيما بعد كان بإمكانها أن تساعد إذا كانت موجودة وقت وقوع هذه الحوادث السبرانية. إذن كان النقاش شيقاً وهذا أيضاً مرتبط بنقاشنا اليوم. وفي العام الماضي كان هناك أيضاً أمر آخر مرتبط بنقاش اليوم. حيث عملنا على موضوع جمع القصص في بنوك أو في مستودع. فأتينا بمعلومات وخبرات الأشخاص الذين تعاملوا مع حوادث الأمن السبرانية كيف تأثروا بها. فاستمعنا إلى قصصهم وكانت هذه مجموعة ثرية من القصص. وخاصة في العامين الماضيين فنحن أرسينا القواعد بالنسبة لعمل هذا العام. أنا أردت أن أعطيكم هذه اللمحة عن عمل المنتدى الخاص بالممارسات الفضلة. لأننا كل عامين نقوم بإصدار وثائق. وهذه الوثائق متاحة على موقع منتدى حكمة الإنترنت. فإذا كنتم تريدون يمكن أن تزوروا موقعنا الشبكي. لكي تروا ما هي الموضوعات التي نقشناها عبر السنين. أنا سأعطي الكلمة بعد قليل لكليل لكي نبدأ برنامج اليوم لكي نناقش الذي أنجزناها هذا العام. ولكن قبل ذلك أود أن أتقدم بالشكر لعدد من الأشخاص. أشكر يانبونانا وزملائه أعضاء المجموعة الاستشارية. أنتم دعمتم هذا العمل فشكرا على ذلك. أيضا أشكر المتطوعين والمساهمين. ليسوا كلهم متواجدون هنا. ولكن أريد أن أشكرهم على مساهماتهم. فقد عملوا بجد وقتهاد في الأشهر الماضية. وطبعا المتحدثين والميسرين بالمشاركة والخبراء الأساسيين. فأنتم سترون كلي بعد قليل. قالي لا أعرف إذا كانت في القاعة. نعم أنت هنا شكرا على مساهماتك. فإذن كلي لك الكلمة. شكرا جزيلا بيم لإعطاء هذه اللمحة التاريخية. وأنا أود أن أواصل الشكر. فأنت دعمتنا في كل أعمال مندى الممارسات الفضلة. وهذا ساعدنا على أن نبني هذه المكتبة من الوثائق التي تهم أصحاب المصلحة. فشكرا على ذلك. أنا سعيد لرؤيتنا جميعا. أن نجتمع هنا كان من دواعي سروري أن نعمل مع بيم وإلي وبارت. ونقاط الاتصال من ماج. مجموعة الاستشارية. ونحن كان لدينا عمل فعلا طموح هذا العام. فأردنا أن ننظر في الأحداث السبرانية من زاويتين. أولا أن نبني على العمل الذي أنجز بالفعل. وأيضا كيف لهذا العمل كان يمكنه أن يلعب دورا في الاستجابة للحوادث السبرانية. أيضا قمنا بتوسع رقعة العمل الذي نقوم به. لكي ندرجة الآثار المالية بالنسبة للأعمال والآثار الفنية. الجانب الإنساني أيضا الضحايا والمستجيبين. فنحن إذن وسعنا من رقعة العمل. وعند قيامنا بذلك أردنا أن نركز على عدد بعينه من الحوادث التي وقعت في الخمس سنوات الماضية. عملنا مع منتدى الممارسات الفضلة لكي نستخلص خمس أحداث أو خمس حوادث فقط. الأولى كانت في كوستاريكا في عام 2022. الثانية كانت في ميدي بانك في أستراليا عام 2021. ثم بعض الحوادث التي وقعت في منطقة المحيط الهادئ في 2021 حتى 2023. وأيضا الأنشطة في عام 2022. The Black Act's Criminal Activities 22 و23. وأيضا الجوانب المتعلقة بالطاقة الرياح في 2020. إذن هذا قد لا يفاجئ بعض الناس. ولكن بالنسبة لنا فإنه كان فعلا مهم وشيق بالنسبة لنا أن نقوم بتوثيق هذه الأمور. وأنا أردت أن أتقسم معكم بعض الأفكار التي خلصنا إليها كمجموعة قبل أن نعطي الكلمة للمتحدثين. عندما ننظر في جانب الأعراف والصلة ما بين الأعراف ما بين الحوادث فنحن وجدنا صلات واضحة. مثلا الأثر على البنية التحتية الحارجة. كان هذا مثلا الحال في كوستاريكا وفانواتو وبابواغينيا الجديدة. حيث تم استهداف الشبكات التي تستخدمها مثلا جهات مثل الشرطة والمطافئ والمستشفيات. أيضا حتى وإن لم تكن الأعراف في الموضوع. فإن الأثر يمكنه أن يتقاطع مع هذه الأعراف. فمثلا إحدى أوضح الأمور هي صلة ذلك بحقوق الإنسان. وأيضا النفاذ إلى الخدمات الحارجة. أيضا في بعض الأحيان فإن هناك إذن استهداف لبيانات يمكن أن يقوم المستهدف من خلالها بانتهاك خصوصية وسرية بيانات الأشخاص. بالنسبة مثلا للأحداث التي كانت في منطقة الهادئ وكوستاريكا فإن الحكومات والقطاع الخاص كان من الضروري بنسبة لهم أن يعودوا إلى استخدام الإنтернет في أقرب فرصة. وكان هناك أيضا التعاون من أجل إيقاف الجرائم والإرهاب مثل مثلا القضايا الخاصة بالبلاك أكتس. فمن ضمن الأمور الشيقة التي وجدناها هو أنه النقاشات الدولية حول هذا المجال من أجل بناء القدرات كانت من الأمور الهمة التي خلصنا إليها. أيضا مثلا بناء شبكات لتقاسم الخبرات أو تقديم التدريب. فإن هذا كان يمكن الفرق المحلية من الاستجابة لهذه الحوادث. إذن نحن نظرنا إلى هذه الحوادث على مستوى الأعراف وأيضا نظرنا إليها من حيث الأثر على المستوى الإنساني أو المستوى الشخصي. أيضا نظرنا في الأثر على الخدمات التي تقدم مثلا كيف أن الناس لم يتمكنوا من تلقي رواتبهم في حالة فيجي. أثناء الجائحة فنحن أيضا وجدنا مثالا واضحا من متابانك. فكل هذا كان يوضح أن الحوادث هذه أوضحت أو صلطة الضوء على أمور أخرى كانت تحدث في المجتمعات في نفس الوقت. مثلا في فيجي فإن الناس كانوا يشعرون بالقلق بشأن اللقاحات الخاصة بكوفيد-19 وعند وقوع هذه الحادثة فإن هذا الأمر قد أتى أو قد أحضر إلى المقدمة. وتم تركيز الضوء عليه نفس الأمر حدث في ساموة كان هذا بعد الانتخابات وكانت هناك التوقعات وبعض اللغط بشأن الحكومة الماضية والحكومة الحالية. لذا من المهم أن ننظر في هذه الأمور وأن ننظر في مثلا الأمن السبراني والكثير من الديناميكيات المرتبطة بذلك. إذن أنا سأتوقف هنا وسأقول لكم أن المسودة لهذه الوثيقة موجودة على الإنترنت. ووضعنا في هذه الوثيقة كل المعلومات من نقطة البداية مرورا بكل التجارب التي مررنا بها. وأتمنى أن نتعاون في المستقبل بصورة أكبر مع زملائنا من المجموعة الاستشارية متعددة الأطراف. إذن ندعونا نرحب الآن بالمتحدثين على خشبة المسرح. شكرا جزيلا أنا سأقدم المتحدثين عندما يبدأ الحديث. أنا سأحاول أن أعطي الفرصة للجميع لكي يتناقش. فلدينا مايكروفونات في مقدمة القاعة يمكن أن تأتوا لكي تأخذوا الكلمة إذا أردتم ذلك. فنريد للجميع أن يتقاسم خبراته. كل من المتحدثين سنعطيه خمس دقائق للحديث. وبعد ذلك نبدأ الحوار. المتحدثة الأولى قامت بعمل رائع من أجل تسليط الضوء على النقاشات حول الأعراف وبناء القدرات والسياسات الدولية. فسأبدأ بلويزة. اخبرينا بما كنت تفعلينه. مرحبا أنا اسمي لويزة ماري هوريل وأنا في اليونيتد سورفزز انستيتيوت. أنا باحثة هناك. أنا أعمل حول موضوعات تتعلق بالأمن والدفاع في لندن. هناك عناصر أساسية هنا تتعلق بالعمل الذي قام به منتدى الممارسات الفضلة. هناك الجوانب التي أشار إليها فيما المتعلقة بالأعراف. أيضا مسألة فهم ما معنى الأخلاقيات عند الاستجابة لحدث بعينه. أيضا كيف نتعلم من واقع هذه الحوادث. في بعض الأحيان فإننا نعمل بمعزل عن بعضنا البعض. فمجتمع التكنولوجيا يعمل بمعزل عن القطاع أو المجموعة الدبلوماسية. فحاولنا في هذا المشروع أن نفهم كيف تتعامل الدول من مناطق مختلفة مع أمور مثل المسئولية والممارسات. ونحن في شهر يوليو وتموز قمنا بتنظيم فعالية جانبية وهي مجموعة العمل مفتوحة العضوية. حيث ركزنا على البرمجيات التي يطلق عليها اسم ransomware. وتحدثنا عن هذا النوع من التهديد مع الدول النامية، الدول المتقدمة، الدول الجزرية الصغيرة. وكان هذا أمر ضروري للغاية لأننا قمنا بتكسير هذا الحوار على المستوى الدولي. وزارة الخارجية الإسطنية قامت بدعم هذا العمل ونفس الشيء بالنسبة لفانواتو وكوستاريكا. نظرنا في الاستجابة لهذه الحوادث والتعامل معها. أيضا نظرنا في كيف يمكن لهذه الحوادث أن تساعد على التوعية. وأيضا إن هذا يجب أن ينعكس في العمل الخاص بفريق العمل مفتوحة العضوية. فقمنا بهذا العمل حتى شهر يوليو وتموز. ونظرنا في القانون الدولي. نظرنا في التهديدات في أمور مختلفة. ونظرنا في هذه البرامج، برامج الفدية، الرانسموير. نظرنا في كيف يمكن أن تؤثر على الأمن والسلم في العالم. نقشنا الأمور من وجهة نظر الجانب الإجرامي. أيضا من وجهة نظر المكافحة. وكانت هناك حوالي ثلاثين حكومة شاركت في هذه الطاولة المستديرة. عقدنا النقاشات مع مختلف الأطراف المعنية. ونحن كنا نحاول أن نجيب عن سؤالين. التمييز ما بين جوانب المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين. وهذه البرامج، برامج الفدية. كيف يمكن أن نقوم بتطبيق الأعراف عندما يتعلق الأمر بطلبات المساعدة. وأيضا نظرنا في إطار الخبراء الحكوميين كيف يرون هذه الطلبات للمساعدة في إطار برامج الفدية أو رانسموير. وفي هذه المناقشات كانت إحدى الأمور أو أولى الأمور التي نظرنا فيها هي هذه الحوادث التي تسبب فيها برامجيات الفدية. فدية كيف أنها يمكن أن نميز ما بينها وما بين الأعمال الإجرامية الأخرى. فمثلا المهارات والنطاق والسرعة كما رأينا في حالة كوستاريكا وفي حالة فانواتو. فمثلا في فانواتو فإن الشرطة والبرلمان والمدارس والمستشفيات كلها تعرضت لهذا الهجوم. ثانيا كنا نفكر في الأثر وعندما نفكر في خبرة كوستاريكا وفانواتو فإنهم تحدثوا عن الأثر الاقتصادي. إن هذه الدول النامية تتأثر بصورة غير متناسبة مقارنة بالدول المتقدمة. إذن هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار سياسي. كوستاريكا تحدثت عن كيف أن الخسارة كانت ما بين عشر وعشرين مليون بسبب الهجوم. ولكن الأثر الفعلية أو تكلفة الفعلية لهذه الحادثة تروحت ما بين خمسة وثلاثين وستين مليون. فإذن هناك جزء ملحوظ من إجمال الناتج المحلي الخاص بهم الذي تأثر بسبب هذه الواقعة. أيضا نظرنا في الحوافز. ما الذي يحفز القيام بهذا العمل؟ فمثلا بالنسبة لحكومات مثل حكومة فانواتو قالوا أنهم يريدون أن ينظروا في قطاعات مختلفة يمكن أن تتعرض للتهديد. وأيضا هناك مسألة التمويل. فهذه مسألة مثلا نكون نريد أن نعرفها من أين تأتي مجموعات الهجمات البرمجية هذه بالتمويل. وأخيرا فنحن نظرنا في الأمور المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين. فإن الدول قد لا تهتم بمسألة برمجيات الفيديا. وقد لا تعتبر أي شيء هجمة تؤثر على الأمن الوطني حتى تقع الواقعة. فطبعا هذا أمر مرتبط بإدارة المخاطر على المستوى الوطني. فهذا ما تم نقاشه في هذا الإطار. شكرا جزيلا وأنا سعيد أن أرى أن هذه الدروس قد تمت مناقشتها في مجموعة العمل مفتوحة العضوية. وأن الحكومات قد شاركت في هذا العمل. نحن سننظر الآن في الأمم المتحدة. وسنستمع إلى متحدث من المنظومة الأممية. ودينو لك الكلمة دعنا نرى ما الذي سيدور هنا. شكرا جزيلا. اسمي دينو دي لاتشو وأنا من الـ UNJSPF. أنا عملت مع الأمم المتحدة منذ أكثر من 22 عاما. وأن معظم عملي كان في التدقيق الداخلي. هذا ما طلعت به كعمل وإضافة إلى ذلك. فأنا عملت في مجال الأمن السبراني. خلال السنتين الماضيتين أنا أيضا انضممت إلى الماك. وهو الفريق الاستشاري لأصحاب المصلحة المتعددين. وممثلا لمنظمتي. نظرا لخلفيتي ضمن الماك. فإنني أنا تابعت العمل الذي أود أن أقول العمل الممتاز. الذي طلع به زملائي. وقد دعيت للمشاركة. وهكذا في أسنة الماضية فقد شاركت في جلسات وشاركت بها بكل تواضع. نحن نتحدث هنا عن مسألتين. من ناحية ما هو التأثير على الجماعات. على الأفراد. على المواطنين والمجموعات. وأما المجال الثاني فيتعلق بتدابير الحكومات. استجابة الحكومات. كيف أن استجابة الحكومات تتأثر بعناصر مختلفة. أنا شخصيا اتبعت نهجا معينا. أود أن أقول بأنه متحيز. لأن عملي في الماضي كان مدقق حسابات. ولهذا فإنني وضعت عددا من المعايير. ونظرت في الدور الذي تلعبه مؤسسات التدقيق الحسابي العليا في الولايات القضائية. وهذه هي العناصر التي أدخلتها في دراستي. كما ترون فأن هناك بعض المسائل التي حددتها حسب الأقاليم. ولهذا فإنني تمكنت من العمل في التحليل ومعرفة ما الذي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال. وعندما نظرت في التدابير التي طلعت بها الحكومات. ونظرت في عمل المؤسسات التدقيق الحسابات في الولايات المتحدة الأمريكية. فنحن عندها بدأنا نفهم كيف وأين ولماذا يمكن أن تتأثر تدابير الحكومات. عندما تعمل الحكومات بتوصيات المؤسسة العليا لتدقيق الحسابات في البلد. وهنا السؤال هو كيف وصل مدقق الحسابات إلى هذا الاستنتاج. لأن المدقق الحسابات عليه أن يستند إلى مجموعة من المعايير لكي يقيم الحادثة السيبرانية. وحتى يتمكن من التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق. كما نسميها في مهنتنا. إذن هذه هي التحديات التي واجهتها في العديد من الحالات عندما عملت في إطار الأمم المتحدة. إذن أنا وفير الحص لأنني عملت في الأمم المتحدة. وحللت أيضاً قمت بتحليل التهديدات التي تعرضت لها الأمم المتحدة. لأنها أيضاً تتعرض لهذه المسائل. فأنا حاولت أن أفهم تبعات الحوادث التقنية عن طريق تحديد المبادئ التوجيهية. ولكي أطح رفسي السؤال هل نحن نتبع التوصيات التي أتت في معايير العمل المسؤول فيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية؟ أعتقد بأن السؤال هو على مستوى المبادئ من جهة وعلى مستوى التطبيقات من ناحية أخرى. هذه هي التحديات التي أحاول فهمها ورفعها في عملي. ختاماً أود أن أقول بأنه فيما يتعلق بالمعايير والمبادئ نحن لدينا مجموعة من المبادئ التي يتفق عليها الجميع دولياً. مثلاً معايير السلوك المسؤول ومعايير تتبعها المنظمات غير متوخية للربح. مثلاً لدينا اللجنة العليا فيما يتعلق باستقرار العمل. هناك ثمانية مبادئ وهناك اتفاق إجماعي عليها. إن مهمة المدقق كما سمعنا من عدة جهات فإنها تأتي بالمبادئ المعمولة بها. وهنا نسأل هل هناك اتفاق حول تقييم الأثر برأيي أن هذه من المسائل التي يجب أن نتقصها ونحليلها. وشكراً شكراً جزيلاً أعتقد بأن هذه أسئلة في محلها وقد يمكن للمشاركين في هذه الجلسة أن يجيبوا عليها. الآن نود أن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بالتأثير على البشر. ولدينا هنا سوزن من فانواتو والتي ستعطينا وجهة نظري المحيط الهائد وأيضاً رأيها الشخصي بصفتها مدآتية من فانواتو. شكراً جزيلاً على أطاء هذه الفرصة لكي أتحدث أمامكم. أنا على غرار المتحدثين الآخرين أو على غرار المتحدثين الآخرين أود أن أقول بأن هناك تهديدات سبرانية تواجه منطقتنا في المحيط الهادئ والتي تصدرت الصفحات الأولى في الصحف. إن هناك حوادث مختلفة حصلت في بلدنا والتي أدت إلى تجارب مأساوية. فنرى بأن الأنظمة قد تعطلت وتأثرت بشكل كبير في مجال التكنولوجي. ومن المسائل التي رأيناها هي أن البشر أيضاً تأثر سلبياً بهذه الهجومات. ومن خلال هذه الحوادث رأينا بأن الدول الصغيرة شأن فانواتو اضطرت إلى الاندمام إلى جهود إقليمية. حتى تتمتع بقدرة أكبر على المقاومة في حال حدوث هذه الحوادث. وحتى تتمكن من الاستجابة لها بشكل ملائم. المصير للاهتمام هو أن التأثير على البشر قد كان قد تسلط تم تسيط الضوء عليه. نرى بأن هناك أشخاص يتأثرون بهذه الحوادث. ونأمل بأن الحوارات كالحوار الدائر الآن سيساعد الحكومات والشركات والمنظمات على تسليط الضوء على الأثر الذي يقع على البشر من جراء هذه الحوادث السيبرانية. شكرا سوزان والآن نود أن نعطي الكلمة لممثل من كينيا والذي سيحدثنا عن وجهة نظر المجتمع المدني. تفضل. وأنا اسمي كيفويا مويندوى من كي آي سي تي اي نت وهي مجموعة مناصرة تهدف إلى بناء القدرات. في كيكتنات نحن لدينا مشروعا يتعلق بالأمن السيبراني. وقد أنشئ عام 2018 وهو يعمل مع الحكومات ولسيما الأجهزة الأمنية مثل القضاء وأيضا مقدمي الخدمات وغيرهم من قادة في قطاعنا حتى نتدرس المسائل السيبرانية التي نواجهها. ونحن نقوم بتقاسم المعلومات ونبني الثقة فيما بين أصحاب المصلحة وأيضا نعزيز ثقة المشاركين. نتفق على التدابير والستراتيجيات التي يجب وضعها إضافة إلى تعزيز فهمنا لهذه المسائل في إطارها الإقليمي وكذلك في بلدنا وفي المنطقة بشكل عام. نحن كان لدينا عدة اجتماعات البعض منها أدى إلى توصيات حولت إلى قوانين. وقد تعلمنا الكثير من الحوادث السيبرانية. لدينا إنسي فو في كينيا وهي لجنة للتنصيق فيما يتعلق بالأمن السيبراني والتي تؤدي إلى وضع التشريعات في كينيا. والهدف منها هو أن نتعامل ونستجيب بشكل ملائم لهذه التهديدات. نحن لدينا ديزيا والتي تطلعت بها منظمة اسمها أنونيما سودان. فإنهم قاموا بالهجوم على أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمكنت من الهجوم علينا وعلى خدماتنا في العديد من المواقع. وتمكنت من أن توقف عمل إمباسا لسنة. وإمباساس هي بنية تحتية مهمة جدا في كينيا. لأن معظم عمليات تسديد المدفوعات تحصل عبرها. تصور تذهب إلى محطة البنزين. تحاول تعبئة السيارة. لا تستطيع أنت في فندق تريد أن تدفع في المطعم. لا تستطيع إذا كنت تريد أن تدفع أيضا رسوم المدرسية لأولادك. لا تستطيع ذلك. إذن فهددت بنية التحتية للحكومة. بما في ذلك خدمة هدومة في كينيا والتي تقدم خدمات المواطنين. شأن تجديد جوازات السفر. إضافة إلى استمارات لشهادات الميلاد. وحتى تأشيرة الدخول الإلكترونية. وهكذا فإن الزائرين الذين أرادوا الدخول إلى كينيا. لم يتمكنوا من تقدم استماراتهم إلكترونيا. بسبب تعطل المنظومة. نحن لدينا بوت نت وهي أيضا أجهزة تم الاستلاء عليها. أنني مع سودان أيضا هددت بناء التحتية أو اكتسبت بناء التحتية الحاسوبية التي مكنتها من الهجوم على بناء تحتية عديدة. حتى أن البلدان التي يديها إمكانيات عظمى تعرضت لهذه الهجومات. من الشركات الخمسة الكبرى في العالم العالم تعرضت منظومتها الحاسوبية للتهديد من هذه المنظمة. ولذلك فإن منتديات الممارسات الفضلة يمكن أن تساعد. ولسيما عن طريق التنصيق مع منظمات أخرى. منها الانتربول حتى تتمكن من وضع اليد على هؤلاء المجرمين. شكرا جزيلا على هذه التشربة من كينيا. وشكرا على التحدث عن الوقع على البشر الذين تضرروا من هذه الهجومات. الآن أوجه السؤال لدينو ديلاكتشو. كيف يمكن تقييم هذا التهديد من حيث المعايير؟ وأيضا كيفوفوا من دوا هل أنكم تنظرون في الواقع على البشر؟ هل لديكم أي اكتراحات بهذا الشأن عندما تضع هذه المعايير؟ دينو ديلاكتشو. فيما يتعلق بوثيقة المهام التي تقود عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إضافة إلى مؤسسات التدقيق. نرى بأن لدينا ننظر في العمليات في الأفراد وفي التكنولوجيات. عندما نعد لتدقيق ما فنحن يطلب منك مدقيقين أن نبدأ بوضع تقرير بشأن تدقيق تقييم التهديدات والمخاطر. لأنه لا يمكن أن يكون لدينا عددا لا متناهيا من الموارد. وأن المصطلح الذي يستخدمه التالي عندما نخطط لتدقيق ما هي المهام التي نحتاج إليها والتي يمكن أن تؤدي إلى تقييم أو القيام بتدقيق تقييم المخاطر أو تحليل المخاطر. وأن العمل عندها لا ينحصر بالمجالات التقنية فنحن لا نطلع بتقييم التبعات بالنسبة للميزانية والخاصة بموطن عمل أو منظمة أو مؤسسة. من المبادئ التوجهية هو الموجودات ما هو ما هي المورد التروى التي تتأثر بأي تهديد سيبراني أو هجوم سيبراني. وكلنا نتفق على أن الثروة الأهم هنا هي البشر الموظفين وغيرهم من الأشخاص الذين تختمهم أمم المتحدة. إذن نحن منذ البداية كان لدينا هذا الاعتبار. دائما نضع الإنسان في وسط أي عمليات. لدينا مجموعة من الأولويات. ننظر أولا إلى البشر وبعدها إلى العملية وأخيرا إلى التكنولوجيا بصفتها أدات لكي نحقق الهدف. الميسر شكرا يسعدنا أن نرى بأن هذه الزاوية لعطاء الأولوية للبشر أنتم تأخذون بها منذ البداية. طبعا لا نستطيع أن ننظر في كافة التبعات. لا بل أنه من المستحيل أن نضمن أمن كل شيء ونكون مسؤولين عنه. ولهذا فنحن نحتاج إلى الشركاء. لويز ماري يغيل أنت تحدثت عن الطلب للمساعدة من الشركاء في العالم. وتحدثت عن الحادث السبراني الذي حصل معكم. نعم عندما نفكر بكيفية بهذه المعايير ووضعها موضع التطبيق منذ 2015 دار الحوار في كل مرة يكون فيها هناك حادث يهدد الأمنة الدولة. فيمكن أن يطلب الدولة من بلد آخر المساعدة حتى تقدم المساعدة. في السنة الماضية رأينا بأن هناك تطور في النقاش حول طلب المساعدة. لدينا سي تي بي وأيضا لدينا بناء القدرات. وقد تحدثت عن ذلك في محفل آخر. ولكن أود أن أتحدث عن المستويات المختلفة للمساعدة. يمكن أولا أن تكون برامج بناء القدرات وتطويرها. وبناء القدرة على المقاومة في البلدان المختلفة. هناك أيضا ما يتعلق بالاستجابة في حالات الأزمات. في كوستاريكا لدينا عدة حكومات ساعدت كوستاريكا. وحتى اليوم تقدم المساعدة. أيضا بالنسبة لفانواتو الأستراليين هم أيضا قدموا المساعدة. إذن لدينا كل هذه الخطوات التي تؤدي لبناء الثقة بين الحكومات. حتى نعظم من فوائد هذه المساعدة. لدينا مثلا مشاكل الرانسموير أو البرامجيات الفدية. وغيرها من المسائل التي وجهناها من خلال بناء الثقة. من خلال المناقشات استفدنا كثيرا. إن الجزء الأول يتعلق بورشات عمل مع عدة بلدان وأصحاب المصلحة. لكي نرى كيف يمكن أن نقدم المساعدة. ورأينا بأن المساعدة تتنوع وتختلف حسب نوعها وحسب الإطار الذي تقدم فيه. إذا كان لدينا أزمة فلدينا بناء المهارات وبناء القدرة على المقاومة. كلها تختلف حسب نوع المساعدة المطلوبة. هذه هي المسائل التي شددنا عليها أو توصلنا إليها خلال هذه المناقشات. قبل كل شيء يجب معرفة مدى خطورة هذه الحوادث. سيدنا هو قيام بواجبك المنزلي. تعمل مع الحكومات وتكون مقتنعا بأنه على الصعيد المحلي يجب العمل مع المهنيين ومع التقنيين. وفي بعض الأحيان تكون إمكانياتها قد استنفدت. ولذلك فتترك الحكومة باب حكومات أخرى ودول أخرى حتى تتمكن الحصول على المساعدة. وقد لسيما عندما تنعدم إمكانية الاستفادة من خدمة ما. إذن هناك العديد نحن بحاجة إلى الإقناع لأن هناك مشكلة فيما تعلق بالثقة. هذا ما استشفيناه من المناقشات التي أجريناها. من ناحية أخرى يجب أن تعرف ما إذا كانت هذه التدابير الاستجابة جزء أو ملحوظة في التشريعات وغيرها. وأخيرا هناك قضية تطبيق التطبيق التي تتطلب تنصيق فيما بين الحكومات. ولسيما تلك التي تقدم المساعدة. منذ يومين تحدثنا عن هذا الموضوع وضرورة تفادي زواجية الجهود. هناك عدة بلدان تقدم أو تعرض خدمات تقديم المساعدة. ولسيما فيما تعلق بتدابير الاستجابة. ولكن إذا كانت دول عديدة تقدم هذه العروض. نحن نتساءل حول استدامة وفائدة هذه المساعدات. سواء كان الأمن تعلق بحروب مثل أوكرانيا أو حروب أخرى حيث يمكن أن تستخدم فيها التهديدات السيبرانية. فإنه يجب تقديم المساعدة بطريقة مرنة. وأيضا يجب هو إشراك القطاع الخاص في هذا المجال. هناك نقطة أخيرة متعلقة بمسائل مثل ما حصل بمونتينيجرو. مونتينيجرو عادت أعطت دربة مثلا ملائما. فقال لنا بأنه كان عليهم تجميع كافة المعلومات من أجل توزيعها. هناك عمر انتهازي فيما يتعلق بالمسائل الإيجابية. يبنى الزخم من أجل بناء قدرات الجهاز المكافحة التهديدات السيبرانية. نحن يمكن أن نتعلم من كل هذه التجارف يتعلق بالآليات التي يجب تأسيسها. كيف نطلب المساعدة؟ هل نطلبها؟ وفقا للتهديدات. مثلا الاستجابة لأزمة عادية أو لا. ويجب أن نكونوا واقعيين فيما يتعلق بالبيروكراتية في الحكومات مع ضرورة إشراك القطاع الخاص. شكرا للويز. أنا أود أن أتقل إلى سوزن جاراي. نحن التقينا كثيرا في الأسبوع الماضية. ونحن كنا بالP4C في فيجي. حيث أننا نقشنا بناء القدرات. وأود أن أشهد على ما قالته لويز كيف وأنه نتدارس الأمور حتى نرى كيف يمكن أن نحسنها. سوزن أود أن نتحدث معك عن فضل الطرق التي تسمح لنا بالتعاون في المنطقة. على أساس ما سمعناه في الأسبوع الماضي. حتى نتمكن من أن نكون على أهبة واستعداد لمواجهة تبعات هذه الحوادث. فهل يمكن أن تعاقب على ذلك؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. مما لا شك فيه بأن هناك نقاط عديدة هنا. ومنها التعاون الذي اعتمدناه كنهج في إقليمنا. أود أن أشدد على هذا الموضوع في منطقة المحيط الهادئ. لدينا العديد من البلدان أو الأمم التي لديها تقطعت شوطا كبيرا في مجال الأمن السيبراني. البعض منها أكثر تقدما من الأخرى في حين أن الأخرى تزال متخلفة عن الركب وتحاول تحسين فضاءها السيبراني. ولكن هناك بعض الدول التي بدأت مشوارها والتي هي في المراحل الأولى. عندما يتعلق الأمر بالحوادث السيبرانية فإن التعاون داخل إقليم ما كما سمعنا آنفا هي أمر مهم جدا ولا سيام بالنسبة للبلدان الجزرية الصغيرة. ونحن نكون ساعدين بهذه المساعدة. إن التعاون يمكن أن يساعد الدول الجزرية الصغيرة على مواجهة الحوادث السيبرانية بشكل أفضل وأكثر فعالية. هذه هي من الأمور التي أود أن أشير إليها فيما يتعلق بخصوصيات إقليمنا. من الضرورية تعزيز التعاون والتنصيق فيما بين بلداننا حتى نتمكن من مواجهة قضايا الأمن السيبراني بشكل فعال. كان لدينا الباكسون في الأصابيع الماضية وهو اجتماع سنوي في بنواتو. إضافة إلى حلقات دراسية وأيضاً الفي أم سي جي. وإنها من المنصات التي تساعد في تعزيز هذا التعاون. وإضافة إلى توثيق أواصر التعاون فيما بينها أخذينا بعين الاعتبار. بأن كل هذه الدول تتشاطر القيمة نفسها. وهو أمر مهم جداً عندما نريد أن نرفع التحديات الخاصة بالحوادث السيبرانية. ولسيما فيما يتعلق بالثقة. شكراً على الإشارة إلى هذه المسائل. P4C كانت من المنتديات التي سمحت بتناقش قضية التنصيق. والتنصيق وأيضاً المساعدة. مما لا شك فيه بأن مشاركة القطاع الخاص وأيضاً أصحاب المصلحة سيقوي هذه المساعدة. حتى لا يكون التعاون على مستوى الدول فقط. وإنما أيضاً فيما بين الأقاليم وكذلك فيما بين الشعوب. وهنا أود أن أسألكم كيف تقوم كينيا بالعمل مع أصحاب المصلحة المتعددين. هل يمكن أن تتحدث عن ذلك إضافة إلى التعاون مع المجتمع المدني ونواتجاً ذلك؟ شكراً. نحن نعمل رح نجزء من السعود ونحن نمثل المصالح المجتمع المدني. من المسائل الأساسية التي يمكن أن نطلع بها هي بناء القدرات. برأينا أن الهندثة الاجتماعية أمر مهم جداً ويعتبر تهديداً مستقبلياً. إن الجميع لديه حساب مصرفي على الهاتف الذكي. وذلك من خلال عمليات المصرفية الإلكترونية عبر الهواتف الذكية. ولديهم تطبيقات على الهاتف. هي مرتبطة بمصارف. ولذلك فإنه من الضروري أن نحفظ مصالح الجميع. دائماً كل شخص لديه مصلحة في المشاركة في هذا الجهد. لدينا جماعات مجموعات معرضة للمخاطر أكثر من غيرها. والتي يتعرضون للاختلاص من كبل أشخاص. مثلاً يتصلون بهم يقولون لهم لقد أكفل حسابكم الرجاء أن ترسلوا إلينا هذه التفاصيل. وإلا فستخسرون حسابكم في البنك. وهكذا فإنهم يقدمون المعلومات ويقوم الجهة المختلصة بمحو كل مدخراتهم في حسابهم المصرفي. لأنهم يسركونها بشكل كامل. ونرى في بعض الأحلام أشخاص داخل المصرف الذين يعملون مع هذه الجماعات الإجرامية. ونحن نقوم بتوعية الناس وذلك من خلال رسائل بسيطة يمكن أن تكون من خلال الرسوم المتحركة وغيرها. وحتى نستخدم أيضاً الإزاعة والتلفزيون والسيما الراديو الذي يصل إلى أكثر الجماعات المهمشة. نحن نتواصل مع المزارعين الذين هم أيضاً رجال أعمال لأنهم يسويقون منتجاتهم. وحتى نقوم وتوصلنا إلى رمز ستيك والذي يعني بأنه عندما ترى شيئاً مريباً فأنه عليك أن تتوقف. تفكر وذلك قبل أن تتصرف. وأيضاً كان لدينا هذه الحملة التي وصلت واستهدفت أكثر من ثلاثة ملايين شخصاً. بالإضافة إلى ذلك لدينا تدريب المدربين. لدينا 140 مدربين قاموا بنشر هذه المعلومات في الكرة. من الأمور التي يمكن أن نطلع بها هي المشاركة في بناء القدرات. وعندما يعملون مع مراكز السورتس يعرفون ما هي التهديدات. ويفهمون ما هي التدابير الواجب اتخاذها من أجل مواجهة هذه التهديدات. ممتاز أن نرى تجالية ذلك في التطبيق وأمور يمكن أن نتعلم بها. إذن الآن أتوجه للقاعة بطبع المنتديات الخاصة بالممارسة الفضلة تحص الجميع. إذن إن كانت عندكم آية أسئلة أو إن كان عندكم أي تجربة تريدون أن تقسمها معنا في بلدكم. يمكنكم أن تقسمها معنا هنا في المايكروفون. إن كان عندكم أي سؤال فيمكنكم التقدم إلى المايكروفون. لا. لا يبدو الأمر كذلك. تفضلوا تفضلوا اقتربوا. يبدو أن هناك سؤال من القاعة. هل كانت تقدم نفسك أولا؟ أسعد الله صباحكم فرانسيس كوليبردية أنا ديبلوماسي من باناما. السؤال يتعلق باليوم زائد واحد بعد حدوث حدث سبراني. في منتدنا هذه السنة سمعت أن القانون الدولي سريع تطبيق على الفضاء السبراني. إذن السؤال هو كيف يمكننا أن نطبق هذا القانون بعد حدث سبراني. السؤال الثاني. هل هناك آليات قانونية تمكن من مساءلة المتعدين على الفضاء السبراني؟ وهل يمكننا أن نطالب بتعويضات بعد هذه الأحداث؟ أتذكر في الماضي قبل اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بقانون البحار. لم تكن هناك أي آليات قانونية أو مكان يمكن فيه مطالبة بالتعويضات عندما يتم مصادرة مركبة بحرية من طرف بلد آخر. وإذن أريد أن أعرف ما هي أفكاركم فيما يتعلق بتجارب الممكن الاتكال عليها. بالنسبة لنا كاستاريكا وفانواتو ومساءلة هذين البلدين ومطالبة بالتعويضات بعد مصادرة سفن عندنا؟ شكرا لك على السؤال. إذن كيف يمكننا أولا أن نفرض تطبيق القانون الدولي؟ هناك الكثير من التأويلات الممكنة فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي على الفضائية السبرانية. الجواب ليس جاهزا مئة في المئة. نحن في تقدم في هذا التفكير. والبرازيل وكاستاريكا هي من بين الدول التي نشرت موقفها فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي في هذا المجال. وهذه خطوة إيجابية في حد ذاتها. ومن الأمور التي نقشناها عند ورشة العمل التي ذكرت. عندما يحصل حادث سبراني، إن كان هذا الحادث يشكل انتهاكا للسيادة. طبع علينا أن نعرف ما انتهاك السيادة في الحالة السبرانية. فرنسا مثلا عندها تأويل ضيق جدا لانتهاك السيادة. والبرازيل عندها تأويل آخر. لذلك أعتقد أنه علينا أن ننتظر أن تنشر الدول على اختلافها موقفها وأراءها فيما يتعلق بمدى تأويلها لهذا المفهوم قبل أن نتخذ موقفا. وفيما يتعلق بسؤال الثاني، فيما يتعلق بمساءلة المتعدين أو الجناة، ينبغ بطبع تحديد العقوبات من أجل ملاحقتهم. ولكن هذه النظم العقوبات غير متوفرة في كل البلدان من المنظور الجنائي بطبع إنفاذ القانون يحتاج إلى تعاون جميع جهات إنفاذ القانون والشبكات المتكاملة، إنجيكبول، ماريبول، ولكن لازل الموقف صعبا ومليئا بالتحديات. هناك نيو أجندة في بيس محطط السلام الجديد المنشور مؤخرا طرف الأمم المتحدة يصف آلية المسائلة الدولية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو أنه ينبغي التعويل على التجارب التي تم مركمتها في مجموعة المفتوحة العضوية، وأيضا مع الباحثين ومع أصحاب الشأن الآخرين المعنيين بالأمر. بالإضافة إلى مسألة الولاية القضائية، وأنا أتذكر أن قبل سنوات كنا تعرضنا لبرنامج حوسة لطلب الفدية، وكنا مضطرين للتعاون مع الولد المضيف ومع الـ FBI الأمريكي على صعيد العملية، على صعيد الفني. قبل إلى المسؤولية، قبل رفع المسألة على صعيد القضائي، كان من اللازم أن نحترم قاعدة الإثبات، حتى نعرف من متى وكيف. هذا يعني أنه على الصعيد الفني ينبغي البدء بهذا المبدأ الأساسي من أجل الاعتراف بقانونية عملية جمع الأدلة، وبرهن على الإثبات ومقبوليته القضائية، يعني أن هناك علاقة عامة بين الجريمة وبين الجان المحتمل، بالفعل، إذن أن تتحدث عن التقدم بتطبيقات القانون الدولي في هذا المجال، ولكن في الوقت الراهن ليس هناك من تطبيق من جهة دولة في هذا المجال. بالفعل، إن كانت هناك دول مستعدة لنشر مواقفها وأرائها بشأن تطبيقية القانون الدولي في هذا الفضاء، فهذا سيساعدنا على تقدم الأمريكيتان، مثلاً منظمة الأمريكيتين قد عقدت اجتماعاً للجنة الأمريكيتين القضائية، وتشاورت مع الدول الأعضاء فيها، ومع جهات أخرى إقليمية، ومع الأمم المتحدة من أجل ربع المواقف هذه الدول. وأعتقد أن هذه من الخطوات الإيجابية التي تنحو نحو الطريق الذي نتعشمه. من جهتها عندي إضافة، نعم، صعب أن نستحصل موافقة جميع الدول على تطبيقية القانون الدولي في هذا المجال، ولكن ما يهم أولاً قبل كل شيء هو أن تكون هناك أطر قانونية على الصعيد الإقليمي، وأن تتفق بشأنه الدول في الإقليم، وبعد ذلك تحديد المعالم المرجعية، وبعد ذلك التقدم. إذن نبدأ بالأقليم، بالسياق الإقليمي، الإطار القانوني، حتى يكون الفاعلون دائماً مسؤولين أمام أعمالهم. أما أن نبدأ مباشرةً بسعي لاستحصال قبول 80 بلداً، فهذا أصعب بكثير. نعم، هذا مقترح جيد، أن نبدأ إقليمياً، شكراً. سؤال آخر، شكراً، من عروض، تقريباً على مقره زميني فيما يتعلق بالتدابير المضادة والعقوبات الممكنة، والعلاجات الممكنة، أريد أن أعود الحديث لموضوع أهمية الأدلة الجنائية. في كثير من الأحيان، هناك دول تملك تلك الأدلة، وستطاع تجميعها، ولكنها غير مستعدة لنشرها. لأنها تريد قبل نشرها أن تنافذ التدابير المضادة قبل ذلك. فالمشكلة المطروحة الآن هي فعالية مبادرتنا من أجل مكافحة من هذه الابتزازات والبرمجيات الابتزازية. السؤال الوجيه، ولكن لا أدري إن كان عندي جواب عليه. أنطلق من تجربتي. نحتاج هنا إلى نهجين مختلفين، النهج الإملائي والنهج التشاركي، الأفقي والعمودي. من اللازم بطبع أن نحصل على اتفاقية على الأقل أو على المعاهدة، أو مقرر لكي يكون هناك توافق في الأرى في طريقة التعامل مع مثل هذه الحوادث على الصعيد الأعلى. وأن نوافق على مجموعة من المعايير على الإجراءات التقنية التي ستمكن، وهذا أدنى الإيمان على منظومة ردع وعلى المستوى الأدنى للإفشاء، والذي يمكن من الحصول على المستوى الأدنى من المعلومات الخاصة بهجمات معاينة. مع الأسف لا يتم ذلك في كل وقت رحيل، لأن هناك دائما خشية من المسؤولية، من المساءلة. إذن من تحاول هذه الجماعة أن تحول له إيجاد التوازن بين المسؤولية في التقاسم، تقاسم معلوماته في نفس الوقت، المسؤولية في عدم الإفراط في توفير التفاصيل، مما قد يزيد من الآثار السلبية لحدث ما. بالطبع لا أريد أن أخذوه في كل التفاصيل التقنية، ولكن توجد هناك تكنولوجيات اليوم التي تمكن من توفير بعض المعلومات بدون الإفشاء على كثير من التفاصيل حول أصل للحجمات. هناك ربما بعض المعايير، مثل المعايير الدولية الأتعة من الأيسو، والتي يمكن استخدامها من أجل استنباط منهاجيات لتوفير المعلومات على صعيد يومي، ومعلومات قابلة للاستخدام. ماريا، هل لك أن تكرر سؤالك الأول؟ هل تحدث عن قلة الاستعداد من طرف المنظمات في تقاسم المعلومات؟ أو تتحدثين عن هذا التلاك من جميع أصحاب الشأن؟ غالبا، من طرف الدول، في أغلبية الدول المتعرضة للهجمات السبرانية، فإنها تتلاك في تقاسم الأدلة مع الدول الأخرى. أنا سأكون برغماتية هنا. الدول تملك حق التمييز بين المعلومات التي تتقاسم والمعلومات التي لا تقاسم. وما رأيناه في الأعوام المنصرمة القليلة، هو أن هناك توجها لاجتماع أكثر من دولة حول هجمة معينة في مجال الإيلاء المسؤولية، ومراجعة ذلك، وبالطبع هذا يصعب مأمورية البحث عن الأدلية على الرغم من حساسيات المحافة بهذه العملية. أما فيما يتعلق بقبول الدفع بعد التعرض لهجمة ابتزازية سبرانية، فعلى سبيل المثال الحكومة البريطانية، عندها سياسة صارمة لا تقبل الخضوع للابتزاز المالي إن سعرضت لهجمة من هذه. بطبع هناك توصيات عدم دفع الفدية، ولكن ينبغي في نفس الوقت دعم تلك الشركات التي تعرضت إلى تلك الهجمات الابتزازية، وإلا فإنها قد تتوقف عن عملها بالكامل، ونراحظ بالطبع أن سوق التأمين ضد الهجمات السبرانية الابتزازية، هو الذي يستفيد الأكثر من هذه الظاهرة. إذن يبقى المشكلة قائمة طالما لم يتح الدعم لضحايا هذه الظاهرة. شكرا لكم على ما تقسمتم من معلومات. ما نلاحظه هو هناك عدد من الدول في الهادي التي تقسمت معلومات حول هجمات تعرضت إليها، والمعلومات أتت من سيرت فانواتو، سيرت طونغا، دول من الهادي، ولكنها لم تؤدي في آخر المطاف إلى إيجاد الأدلة الجنائية المطلوبة، ولم يكن هناك أي دليل على أن الفدية قد دفعت أم لا. فكيف نتعامل مع مثل هذه الحالات؟ فيما يتعلق بمثل هكذا حوادث، ينبغي أولا أن نبدأ بسؤال هل هناك ثقة متبادلة؟ خاصة إن كانت الدول تنتمي إلى نفس الإقليم. عندما يحدث حادث من هذا النوع في منصة مثل باسكان، في بداية أصحاب الشأن يشعرون بأرياحية لتقسم المعلومات بحرية، ولكن الآن مع الرقمية، الحاجة في التعاون، التعاون استراتيجي بين أصحاب الشأن الإقليميين، هو أهم حل أن نبقى منعزل الواحد عنه الآخر، لم يبقى خيارا معمولا به. كيفوفا، ما رأيك في النهوج الإقليمي المتبع في مثل هكذا حوادث؟ بالنسبة لسياقنا المحلي، نحتاج بالطبع أن نتعاون دائما بشكل وطيد مع الجهات والهيئات الإقليمية، لا سيما مع الاتحادي الإفريقي وأفريكان، في حال ما إذا كانت هناك جهة خارج البلد التي تشن الهجمة، مع الأسف منظومتنا السياسية متجزئة ومتشتتة، واليوم عالميا بالطبع هناك هذا الشرخ الكبير بين الشرق والغرب، بين روسيا والغرب، وإن كان أحد الخصوم ينتمي إلى جهة وأخرى، يصعب التعاون معه لا ديبلوماسيا ولا بأسلوب آخر، هناك دول في العالم معروفة بأنها أصل هجمات حرمان الخدمة ديدوس، وهجمات الفيشينغ، وهجمات البريد الإلكتروني غير المطلوب، سبام، هذا كله يحتاج إلى تعاون دولي وجنائي على المستوى الرفيع، إن أردنا مكافحة فعلية لحماية الفضاء السبراني، مرحبا، اسمي فيسان من البرازيل، سؤالي، كيف يمكننا أن نقيمة سياسات الأمن السبراني التي تقوم على مبادئ الجنوب العالمي؟ كيف تقوم على المساعدة؟ العملية المترجمية لا يستطيع المتحدث في المتحدث شكرا لك على السؤال أقسمه إلى قسمين كيف يمكن إقامة السياسة لمكافحة الهجمات السيبرانية في الجنوب العالمي أعتقد بطبع أن هناك مبادرات على صعيد الدول على صعيد أمم المتحدة والهدف هناك هو أن نحقق وثيقة توافق في الأراءة وثيقة موحدة لكن هناك فضاءات على الصعيداء الإقليمية التي يمكنها أيضا أن توفر المنصة لتأمل في معاني وتجليات الأمن السيبراني على الصعيد المحلي وعلى مستوى الإقليمي هناك منظمة أمريكيات وفيها مجموعة عمل للتدبير الخاصة بناء الثقة والتي تركز على الأمن السيبراني والتي بدأت منذ 2016 هذه الأموة تنطبق على جميع الجهات على اتحاد أفريقي على منتغة الآزيان أعتقد أن بناء أثقة يعتمد على مدى التعاون على الصعيدة الإقليمية حتى نحقق هذا السياق على مستوى المشموعة الإقليمية على مستوى مثلا منظمة أمريكيات في هذه المنظمة أعتقد أن في 2012 قاموا بنشر قرار خاص بالفضاء السيبراني في داخل الأمريكيتين والأمن السيبراني في الأمريكيتين الأمم المتحدة أيضا أصدرت قرارا قبل سنوات منهم حول نفس الموضوع وفي داخل الأمم المتحدة في تقرير مجموعة العامة وفتحت العضوية تم تركيز على أهمية التفكير في بناء القدرات وزيادة مستوى التعاون جنوب جنوب وشمال جنوب والتعاون الثلاثي هذا من الصراحات المتخدمة في مجال التنمية والمعروفة في مجال التنمية التعاون جنوب جنوب هناك بطبع اللجنة الأولى التي تعنى بذلك وسيكون هناك مؤتمر مخصص لبناء القدرات للأمن السيبرانية مؤتمر عالمي للأمن السيبراني وهذا سيكون نقطة انتلاقة ربما لتقدم موضوع التعاون جنوب جنوب لتعاون 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 لويزر قمت ويجب اتفاق أنا أعتقد أن المثال تضربته هو مثال جيد لكن علينا أن ننسى أن هناك نهج قائم على تحديد المخاطر إن كان هذا النهج يمكن من تصدي المشاكل التي أشرت إليها فأعتقد أن النتيجة ستكون متناغمة أو سوف تشمل تقييم مسألة التمثيل أعتقد أن المعيير الأولي ينبغي أن يكون المسؤولية في أول مراحل هذه العملية هذا النهج الذي نريده بعد 2021 هذا التقرير انكب على تأثير أحداث هجمات السبرانية على المواطنين في كل أنحاء العالم ومثل هذه المعلومات هي التي تمكن من تحسين وصقل المعايير التي ينبغي اتخاذها من أجل تحديد مستوى الخطر فيما يتعلق ببرنامج بيغاسوس الدول الأكثر قوة قادرة دائما على الدفع بملفتها أما الدول الأضعف فلا حيلة أمامها هذه الأمور تناقش داخل مجلس أمن الأمم المتحدة كما قلت في السابق هذه دول متقدمة وعندهم جميع العضلات المالية والعسكرية اللازمة لدفاع ملفاتها ومصالحها لذلك فنعتقد أن كل نقاش هو في الوقت الراهن عالق على مستوى مجلس أمن الأمم المتحدة ملاحظة أخيرة فيما يتعلق ببيغاسوس وأدوات القرصنة التجارية نحتاج إلى التنسيق الإقليمي بطبع لكن هناك طبع أخرى من الحماية بالنسبة للدول التي لا تملك هذه التكنولوجيات كيف يمكنهم تطوير القدرات للتحقيق في مجال إفاد القانون تحديد المسؤوليات أو أن تحوز على المسؤولية والقيم والمبادئ التي تمكنهم من تحديد عمليات الهجوم السبراني إذن كيف للدول أن تحوز تلك القدرات وأن تستخدمها بشكل مسؤول شكراً حتى لا نتجاوز الوقت المحدد استمعوا لسؤالين في نفس الوقت تفضلي مرحباً اسمي سنوري بولمي شينبوكا من كينيا أنا ممفوضة أممثل لجنة المعلومات الالتصالة في البرلمان الكيني أنا سعيدة بتواجد ممثل كيني معنا سؤالي لإكمال الصورة في إشراك أصحاب الشأن ينبغي إشراك البلمانيين أعتقد أنه من المنطقي أن نشرك في هذه العمليات أنا آتي من بلد تعرضة لهجمات أكثر من مرة من طرف مجامع إرهابية تسمى الشباب وأكبر هجمات كانت في 7 من أغسطس 1998 المشكلة الآن هي هل عندنا المقدرة لاستباق هذه الأحداث وتفاديها ومنعها وتساءل إن كانت المنصة الدولية تستطيع أن تمكننا من استراتيجيات وتدابير لمكافحة هذا النوع من الأعمال الإرهابية ولسي الأعمال الإرهابية السبرانية على الفضاء الإكروني وإلا فإنها ستخلق مزيد من الفوضى والفتن في بلدنا وفي العالم إذن سؤال ما الذي نقوم به من أجل ضمن ذلك حتى لا يبقى هذا النوع من الهجمات الخطر الأكبر محدد بالعالم شكرا شكرا مرحبا اسمي إلين لو وأنا آتيا من سنغافور أنا مشاركة مستقلة في هذا المنتدى أولا أريد أن أقول إنني أتقسم مع مقره الممثل هنا من كينيا وأحب عبارة stick stop think and check توقف تفكر وراجع على صعيد المؤسسات هذا ممكن أما على مستوى المواطنين نفسه المنهاج يبغي أن يتبع وهذا ناقص هناك جمع مفرط فيه من البيانات على صعيد الشركات واليوم الجرائم الأكترونية لتستخدم هذه البيانات عابرة للحدود ودولية إذن السؤال المطروح الآن هو كيف يمكننا أن نمنع هذه الجهات المتهاجمة بجمع هذه البيانات أو الوصول إلى هذه البيانات المشكلة هي مشكلة جمع البيانات وثانيا هناك مسألة العقوبة المواطنون بالطبع هم جزء من هذه المعادلة السؤال إذن كيف يمكننا أن نتوقف ونفكر ونراجع ما على جميع المواطنين أن يقوموا به شكرا بسرعة سؤال أخير 15 ثانية مرحبا أنا فنيت أنا رئيس الـ Global Cyber Peace هناك تحديات نراها في الأرض ألا وهي ازدواجية المجهودات كيف يمكننا ضمن الاستثامة وتأثير وتفادي ازدواجية المجهودات حتى يتم استخدام الموارد في اتجاهات أخرى أكثر نفعا شكرا شكرا جزيلا إذن ككلمات اختتامية أتمنى أن تقوموا باختيار سؤال من الأسئلة أو أن تتطرق إلى الأسئلة الثلاثة سوزان سأبدأ بالسؤال الأخير كيف يمكن أن نضمن أننا لا نكرر الجهود في الأسبوع الماضي في مركز المحيط الهادئ فقمنا بإطلاق منتدى من أجل التعامل مع هذه المسألة لكي نستخدم الموارد المتاحة لدينا بأفضل طريقة ممكنة وحتى لا نقوم بتكرار الجهود هناك أيضا فعالية أخرى سنقوم بعقتها في غانا فنحاول أن نقوم بالتعرف على الفجوات في بناء القدرات حتى نبني هذه القدرات ونستخدم الموارد المتاحة لدينا بأكفئية الطرق الممكنة أتقدم بالشكر لدعوتنا على المساهمة هناك برلمان جديد في كينيا لأن الانتخابات قد أغريت في العام الماضي نحن تعاوننا كثيرا مع البرلمان السابق حيث تم تنظيم طاولات مستديرة مع لجنة تكنولوجيا المعلومات ونحن قبلنا هذه الدعوة حتى نتمكن من القيام بالمزيد من التعاون بالنسبة للإرهاب السيبراني هذا تحدي تواجهه كينيا خاصة في الشمال إن الأمور المتعلقة بالاتصالات تستهدف من قبل الإرهابيين وهذا الجزء قريب من الحدود مع السومال فيسهل الوصول إليه وأعتقد أن لدينا لجنة طعن بهذا الأمر الأمن السيبراني في البرلمان ونحن حصلنا على دعم دولي من دول مختلفة تتعاون معها كينيا لذلك تتمكن من التعامل مع هذه التهديدات بالنسبة للإرهاب السيبراني أيضا هناك دعم دولي لذلك يتعلق بجمع البيانات ونحن نعمل على أساس الحفاظ على سرية البيانات في الأسبوع الماضي كانت هناك غرامات قدرها مئة ألف دولار وقعت على المنظمات التي تنتهك سرية بيانات المواطنين أنا سأتحدث عن الموضوع الخاص بجمع البيانات بالنسبة لي فهذه إحدى المجالات القريبة من قلبي لأن معظم وقتي قد استثمرته في تصميم وتنفيذ حلول رقمية بالنسبة لصندوق معاشات الأمم المتحدة الذي ينضم إليه أكثر من 84 ألف شخص أعتقد أننا جميعا يجب أن نتفق على أننا في حياتنا اليومية فإننا نتقاسم الكثير من المعلومات بشيء زائد عن الحد مثلا تقنيات جديدة أو نماذج جديدة مثل self-serving identity هذه أو إمكانية مثلا أن نختار ما هي المعلومات التي نفسح عنها أو لا فإن هذا يمكن أن يساعدنا في الحد من كم البيانات الذي يتم تقاسمه والذي يتم جمعه شكرا أنتم تطرقتم إلى هذه النقاط التي كنت أريد أن أقولها بالفعل ولكن بالنسبة لمسألة الاستدامة أن تقاسم المعلومات أمر يمكن أن نأخذه في الاعتبار على غرار المنصات الخاصة بالتفكير أو المبادرات العامة بشأن هذا الموضوع أعتقد أن المثال الخاص بالمنصة المدنية لهذا المنتدى يمكن مثلا أن ننظر إليها كمثال جيد هناك بعض الأمور التي نتجت عن النقاش الذي دار في مجموعة العامة المفتوحة العضوية ومن ضمنها كانت التعامل مع الأزمات وما الذي يتوجب علينا أن نقوم به كمجموع أو كمجتمع الباحثين في هذا الصدد أيضا هناك آليات مختلفة يمكن أن تساند أو أن تعزز العمل الذي نقوم به وكان هذا جزء من نقاشنا في مجموعة العمل المفتوحة العضوية فإن هناك بعض الدول التي لا تحتاج إلى بناء المهارات أو القدرات ولكنها تحتاج إلى التكنولوجيات في حد ذاتها فهذه النقاط التي أردت أن أقولها وطبعا أشكر منتدى الممارسات الفضلة على هذه الفرصة شكرا لكل المساهمين في منتدى الممارسات الفضلة وطبعا أشكر المتحدثين على هذه الجلسة الرائعة شكرا على تقاسمكم لأفكاركم ترجمة نانسي قنقر